بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل الحصة الثانية من الدرس الثاني اللي عنوانه Internal Uncompressible Biscous Flow من مقرر Mechanical Mewahar 2 بداية نبدأ بسلايد اللي قفت عنده المرة الماضية واللي هو يعرض لي Navier Stokes Equation قلنا Navier Stokes Equation نجاوب على السؤال اللي طرحته في آخر الحصة الماضية في عندي term على اليسار في عندي هنا 1, 2, 3, and 4 terms فهنا derived from conservation of momentum نلقى Navier Stokes Equation For Uncompressible Flow of Newton's Constant Biscosity Fluid فراح نشوف جميع الترمات أو many terms what means of any terms بداية بما أني قلت Kinematic Biscosity لو اعتبرتها constant فيمكن للترم هذا راح يساوي بالطريقة هذي يعني del operator point new del operator of u يمكن إخراج كلمات Biscosity بره تصبح هنا del operator square طيب الترم الأول اللي هو الترم due عدتي وهو الترم الوحيد الموجود على اليسار فهنا عندي derivative of u عدتي يعني derivative السرعة على الزمن فهذا يعطيني ايش يعطيني acceleration term يعني ايش يعني change of velocity with time يساوي ترم الأول اللي هو advection term ماذا يعني advection term هي force exerted on a particle of fluid by the other particles of fluid surrounding it يعني هي القوة الناتجة عن مجموعة الظرات مجموعة الظرات الملاسقة للظر التي يتم درسها في هذا الماء فيسمى الترم الأول هذا ايش؟ advection term plus الترم الثاني وهو الترم ايش؟ velocity diffusion term هنا زي ما قلنا اعتبرنا انه viscosity تساوي constant لهذا تم اخراجها برة del operator this term describes how fluid motion is damped يعني ايش damped؟ يعني highly viscous fluid stick together honey low viscosity fluid flow freely air يعني ايش؟ يعني عندي هنا viscosity او ما يعبر عنه بالعربية التخثر فاذا كانت زي العسل فاكيد عنه تخثر كبير وهذا الترم هذا الترم يعني سرين الماء ما يكون بالسلاسة المطلوبة لانه فيه تخثر كبير زي العسل ولكن اذا كان الفيسكوزتي عني ضعيفة زي الهوى فالتخثر حقته ما فيه تقريبا فيصبح الترم هذا neglect او مهمل الترم اللي بعد اللي هو term of pressure term عندي هنا ايش؟ عندي gradient of pressure فهنا fluid flows in the direction of larger change and pressure فالترم هذا يعني لايش؟ انه اذا كان عندي pressure 1 في نقطة اولى وعندي pressure 2 في نقطة اين فاذا كان الفرق بين pressure 1 وpressure 2 كبير فيصبح سريان سريع او اسرع بكثير واذا كان pressure 1 مقاربة لpressure 2 فيصبح تأثير الضغط على سرين الماء تقريبا ما فيه الترم الأخير وهو term of body force term يعني ايش الترم هذا؟ هذا الترم يجمع كل ما هو external forces يعني جميع القوة الخارجية that act on the fluid such as gravity, electromagnetic etc هنا يعني جميع القوة الخارجية عن الماء هنا لو بغيت اللخص فعندي acceleration عدفكشن ترم بعدين ترم المسؤول عن التخثر بعدين ترم الي يجي من الضغط والترم الأخير هو term of force هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط اود طرح سؤال هل الضغط تأثير على سريان الماء؟ نعم او لا السلام عليكم ورحمة الله